بعد الفيديو ده اقدر اقول لك واضمن لك كمان انك هتنسى كرصات السنتر اللي على اخر الشارع اللي ب الف جنيه اللي بشهادة معتمدة زي ما هم بيقولون لانك داخل النهاردة تعرف احد افضل مواقع التعلم او الكرصات الاونلاين اللي هيساعدك تاخد شهادات معتمدة من جامعات كبيرة زي جامعة اكسفورد او حتى اه اه او غيرها من الجامعات الكبيرة ده بالاضافة الى شركات معتمدة شركات كبيرة مهيمنة على الوسط في شتى المجالات زي فيسبوك وجوجل واي بي ام وخلينا نتكلم عن التخصصات اللي هتاخدها اللي هي اشهر التخصصات اللي موجودة حاليا واللي هتزين بتاعك وكل ده باشا بشكل مجاني يعني هننسى السنتر اللي في اخر الشارع واللي بنروح لكل يوم ده وهناخد من بيتنا كرصات وكمان تخصصات دبلومات او شهادات باكالريوس كلها بشكل مجاني وديت ركالة جاي نتكلم عنها النهاردة اي مجال يخطر على بالك زي مجالات مثلا الديتا سايينس البروغرامينج او حتى الماركتينج مجالات الطب الى هندسة اللغة اي مجال هتلاقيه موجودة على الموقع اللي احنا جدنا نتكلم عنه النهاردة ونعرفك ازاي تبدأ عليه مجانا من الصف باستخدام الموبايل بتاعك او حتى جهاز الكمبيوتر مش عايزة تقول اكتر من كده بتمنى من كل قلبي ما تنسناش بدعمك باللايك والشير وكومنت معاكم محمد الريام من قناة دروس نبدأ على بركة الله يلا بينا لو وصلت لحد دقيقة دي ولسه مشتركتش في القناة فيشرفني انك تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد من المحتوى التعليمي هنبدأ على بركة الله النهاردة ونتعرف على موقع كورسيرا احد افضل او تقريبا الموقع الوحيد في العالم اللي موجود بالتخصصات بالكورسات القوية جدا جدا دي واللي انا شفته واشتغلت عليه واخدت منه اكتر منتخصص وحرفيا فدني جدا 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 سواء كان في السيفي او حتى في المعلومات اللي انا باخدها من التخصص من شركات كبيرة زي على سبيل المثال شركة جوجل اللي بتديك اكتر من تخصص اكتر من زي بالاضافة الى شركات كبيرة زي بتديك كده شوية مساقات محترمين جدا جدا يعني دبلومات كبيرة في مجالات متعددة موجودة من شركات كبيرة وعندك كمان الفيسبوك بتقدم هنا كورس كامل متكامل دبلومة كاملة متكاملة متكونة من اكتر من كورس بتاخد شهادة معتمدة بعد كده تشغلك في اي شركة تخطر على بالك لانك معلومات واخدها من فيسبوك نفسه فانت هنا بيكون عندك شوية اولويات شوية مميزات لما تاخد الكورسات دي المعتمدة من الشركات دي طبعا اه الكلام ما يخصش جوجل واي بي ام وفيسبوك بس عندك جامعات زي ستانفورد زي بان زي اه ميشيجن زي كمان اليونوي او دوك فيه كورسات مقدمة من جامعات كبيرة هنعرفها كلنا دلوقتي من خلال موقع كورسيرا واللي انزلت تحت شوية بس اسكده هتلاقي التخصصات في اكتر من ربعمية خمسة وعشرين كورس فيه الف كورس واكتر في الكمبيوتر في كمال وغيرها من الكورسات التانية بالتخصصات المشهورة اللي موجودة في موقع كورسيرا عشان تسجل طبعا الموقع في اه عضويات مدفوعة وهنتكلم عن ازاي تحصل على الكورسات دي بشكل مجاني ان شاء الله خطوة بخطوة المهم هتدوس كده على هدخلك على صفحة التسجيل في اول اسم او اول خانة هتكتب اسمك كامل زي ما مكتوب في البطاقة الاسم اللي انت عايزه يتكتب على الشهادة اللي هتاخدها بعد ما تخلص الكورس نفسه فاكتب اسمك بشكل صحيح روح ترجمه في جوجل وهاتو حطه هنا لو انت مش عارف ازاي تسبل الاسم او تكتبه باللغة الانجليزية بعد كده تكتب الايميل بتاعك هنا ويكون اي ايميل ايميل جيميل او ايميل ياهو اي ان كان الايميل اللي معاك هتحطه هنا وعندك كمان الباسورد وليه تكتب باسورد يكون قوي وكويس علشان اه الحساب بتاعك بعد كده ما يكونش سهل اختراكه لو انت مش تعف تنلى البيانات دي فبسهولة شديدة ممكن تدوس على كونتانيو اس فيسبوك وتسجل دخول بحساب الفيسبوك الخاص بيك او تسجل دخول بحساب جوجل موباشرة من غير ما تتعب نفسك بقى وتكتب بيانات هنا ممكن اجرب معاك كده كونتانيو اس جوجل واختار الايميل بتاعي من هنا وفي ثواني هيدخلني على لوحة التحكم الخاصة بي الاكاونت بتاعي تمام طبعا هو يفتح معي باللغة اللي تعرف عليها في المتصفح اللغة العربية طبعا انت بتملى البيانات دي خلاص لو انت هنا خبارات عملية لو عندك خبارات عملية بتحطيه هنا لو انت عندك اه في التعليم مسلا انت انت شهادة عادية انت سنوي انت تعليم اه اعدادي او ابتدائي بتتملى البيانات داعتك هنا بالجامعة بالتخصص ولو عندك هدف وظيفي انت عايز تشتغل في ايه بعد كده ده علشان يزهر لك في آآ شوية كورسات تناسب الحاجة اللي انت كتبها هنا طبعا بعد ما تخلص دوس على الاستمرار انا هدوس كده على تخطي تمام اتفاهم زيلك هتدخلني على الصفحة دي ممكن اغير اللغة واغير الاعدادات عادي لما اجب هنا كده على السهم ده واجي على الاعدادات انا عايز اغير البيانات الخاصة بي دلوقتي لي عم ريان علشان الشهادة زي ما قلتلك ده كده الاسم الاسم ده انا عايز اغيره انا اسمي مش محمد ريان انا اسم مسلا محمد الريان فان عايز اغير الاسم ده بغيره من هنا كده عادي بكتب الريان تمام باللغة الانجليزية وده الايميل ممكن اغيره اللغة ممكن اغيره لغة من هنا انجليش على سبيل المثال المنطقة الزمانية بختار من هنا القاهرة بدور انا طبعا معاكم على القاهرة او ايا كان انت الدولة اللي فيها وتدوس كده على كلمة حفظ من هنا بعد ما تدوس على حفظ تمت تحديث بنجاح لو عملت كده هتلاقي غير معي اللغة للغة الانجليزية تمام ده بالاضافة الى الاسم نفسه اضغير معي محمد الريان زي ما انت شايف كده بعد كده ممكن عشان ترفع عشان تاخد اي لازم ان ترفع صورة للخاص بيك او لو انت في دولة بتدعم البطاقة الشخصية بترفع صورة للبطاقة الشخصية علشان يأكد معاك الاسم يعني يكون الاسم مطابق للاسم الصح اللي معاك وعشان تقدر تاخد الشهادة المعتمدة في اي موجود جوه الموقع نفسه تمام تمام ممكن بعد كده خش على الاكاونت نفسه من هنا وتغير الصورة بتاعتك من جوه هتدوس كده على الصورة دي من هنا او على ادل بروفايل وتغير الصورة من هنا ده مش موضوعنا عارفنا دلوقتي زي نعدل البيانات الخاصة بينا جوه الموقع نبدأ نتكلم دلوقتي بقى على الكورسات الموجودة جوه الموقع نفسه وزي تقدر تعمل او تسجيل في اي كورس او تخصص يعجبك جوه الموقع ده تمام آآ زي ما نشافيه احنا عندنا آآ في شوية كورسات مجانية لو انت عايز تبدأ الكورسات المجانية لو وجفت عليها كده او وجفت على دي ودوس كده على هيدخلك على الصفحة دي فيها بقى اكتر من كورس اكتر تقريبا من الف تمنمية وتسعة كورس وتخصص من جامعات كبيرة زي في يعني عمتا آآ جامعات مشهورة وبيخش في الكورسات دي اكتر من آآ اربعة مليون زي ما انتشاف كورس من جامعة فيها تقريبا اربعة فاصل اربعة مليون طالب حاليا متسجلين جوه الكورس ده وبيتعلموا في عمتا زي ما انتشاف ربعمائة الف عندك انا تاتة فاصلتة مليون واحد مليون سوما وخمسين الف كل دي كورسات تخصصات عدة موجودة جوه الموقع ده طبعا عندك هنا زي ما انتشافين دي كده الفلتر باي ممكن تختار من هنا الكورس ده يكون باللغة العربية ولا باللغة الانجليزية ولا باي لغة? طبعا اه اي لغة تانية بيكون لها ترجمة مصاحبة لها. يعني الكورس اللي بالانجليزي المشهور ليه ترجمة عربية مصاحبة ليه في الموقع وهنوريكو او هوريك دلوقتي ان شاء الله مسال عملي. فلو انت عايز تسهل على نفسك وعايز كورس عربي عندك اكتر من خمسمية واثناشر كورس باللغة العربية موجود جوه الموقع ده. هتعلم بس كده على كلمة قربك من هنا وتستنى شوية هتلاقي ايه? ظهر ليك كده كورسات بالعربي. طبعا هي هتكون كورسات آآ مترجمة. خلاص. مش عربي عربي. هتلاقي كورسات عربي عربي ايوة ولكن هتبقى اغلبيتها مترجمة. فاني هسيبها كده باللغة الانجليزية عادي. تمام? ومن عندك هنا كده الليفل. انت عايز الليفل الخاص بي الكورس ده سواء كان بيجينر ولا مكسد يعني مختلط آآ شوية مبتدئ شوية محترف شوية متوسط. ايا كان. وعندك ايا كان. من هنا كده الوقت الخاص بي الكورس نفسه آآ من شهر لثلاث شهور ولا من اسبوع لاربع اسابيع ولا اقتر من ثلاث شهور ولا اقل من ساعتين على حسب الكورس اللي انت عايزه هتلاقيه موجود هنا. بالاضافة الى يعني ايه يعني التخصص اللي انت عايز الكورس ده فيه. دي كلها كده تخصصات موجودة في الموقع ممكن تختار التخصص اللي يعجبك وتبدأ تختار او تتظهر الكورسات الخاصة بيه. بعد كده عندنا المكتسبة من الكورس ده. انت داخل تدور على شوية معينة عايز تكتسبها. هتلاقيه موجود عندك في الخانة دي. تمام? يعني الكورسات دي آآ بالتعاون مع جامعة ايه او شركة ايه. انت عايز كورس من جامعة معينة بتدور على الجامعة نفسها موجودة عندك هنا. وبتختار الجامعة دي وبتشتغل عليها ما عندكش ادنى مشكلة. مش موجودة فاختار اي جامعة كل الجامعات هنا محترمة. تمام? آآ او هنتكلم عنها ان شاء الله في مستوى متقدم شوية. المهم دي كده الكورسات الموجودة داخل الموقع المجانية. لو انت عايز تخش بقى على المدفوع في قبل ما نخش على المدفوع. او نخش على المدفوع اللي ممكن تاخده بشكل مجاني. لان ده موضوع حلقة النهاردة اصلا. هتلاقي عندك يعني 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 تخصصات كاملة. يعني 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 كامل في خلاص. في حاجات تانية يعني فنون جميلة على ما اعطاقت. تمام? كل دي كده آآ مسترز ممكن تاخدها او تقدم عليها بشكل آآ وطبعا مش مجاني. هي مية في المية اونلاين ايوة بس ميش مجاني. الديجريز اللي زي دي بتكون مدفوعة من جامعات كبيرة معتمدة بيوصلك شهادة على البيت ان انت اخدت باكاليريوس في تخصص معين من جامعة معينة حضرت كل اونلاين. تمام? باكاليريوس ده معتمد في اي حتة في العالم. انما ممكن تاخد او شهادات معتمدة بشكل مجاني زي انت شايفينها قدامكم دي. في برضو جامعات آآ مشهورة كبيرة زي ما احنا شوفنا في المقدمة. آآ بعد كده دي المجالات بقى. عندنا هنا كورسات مجانية ومدفوعة. الديتا سايينس دي بتاعتها بالبيسون اس كيو ال اكسل اكسل فقط غيره. تمام? في عندنا بعد كده البزنس وفي عندنا الكمبيوتر سايينس وغيرها من التخصص التاني. تمام? خلينا نبص بس مع بعضنا كده على الديتا سايينس بما ان الديتا سايينس ده اصلا تمام? من اشهر المجالات اللي ممكن تقدم فيها على شهاد ده ده وقت. هنخش على الجوجل ديتا سايينس او ديتا اناليتيكس. او اللي عجبك. طبعا هتفتح معاك المساق او التخصص في اكتر من كورس. تمام? في اه كورسات لوحديها ده اسمه كورس بتاخد شهادتك ان ده كورس. تمام? في زي التخصص زي الديبلومة بيكون في اكتر من كورس زي ما فين قدامكم كده. شومور هتلاقي كمان اكتر من كورس. لازم على تاخد شهادة الدبلومة كاملة. القوية ستيفكالة تخلص كل الكورسات دي. تمام? انما كل كورس من الكورسات دي هتخد شهادته لما تخلصه. يعني كورس الاول ده لو خلصته هتاخد شهادة الكورس نفسه مش التخصص كامل. لما تخلص كل الكورسات دي هتاخد الشهادة الخاصة بالكورسات كلها مع شهادة مجمع اه بتثبت ان انت آآ كاملة في من شركة زي جوجل. تمام? علشان تجدم آآ على اي كورس من دول او تعمل لأي كورس من دول طبعا زي ما قلنا الموقع مدفوع في الكورسات اي كورس عامة غير مجاني زي كده هتلاقي مدفوع. بس التركاية بنستخدم حاجة اسمها الدعم المالي. هسيب لك فيديو بتكلم فيه على الدعم المالي تحت في اسمعه. ممكن ااخد الكورس بشكل مدفوع واتفعله عادي فلوس من خلال الضغط على وممكن ااخد حاجة اسمها الدعم المادي او الدعم المالي. ده طبعا شرحته في فيديو مخصص. ستقول لك تحت في الدسكريبشن. عشان ما تتنخبطش من طوالش من وقت الحلقة. ممكن تاخد الكورس المدفوع ده بشكل مجاني عادي جدا وتاخد الشهادة بتاعته في خلال خمستاشر يوم. هتقدم حاجة اسمها الدعم المادي في خلال خمستاشر يوم. تاخد الكورس ده بشكل مجاني كامل حتى لو كان وتبدأ بعد كده. تمام? ان انت تدرسه وتاخد الشهادات بتاعته. انما لو انت مش عايز الشهادات مش عايز تستنى لخمستاشر يوم يا سيدي. مش عايز تجدم على الخطوة دي. وعايز بس تدرس المحتوى الخاص بالكورس من غير الشهادات وغيره. هتدوس كده على وستختار من هنا يعني ايه? يعني انت هتدرس الكورس كامل من غير شهادة. عادي جدا ومشكل مجاني. اي كورس يعجبك جوه الموقع ده ممكن تاخده بنفس الطريقة دي. انما عشان تشتري الكورس نفسه وتاخد الشهادة معتمدة من الموقع. هو طبعا لو انت عايز الشهادة ممكن تقدم على زي ما قلتلكم. روح شوف الفيديو عشان تفهم. تمام? المهم يعني خلاصت دوس كده على فول كورس. لو انت مش عايز الشهادة دوس كده على هتدخلك على المحتوى الخاص بالكورس نفسه. من هنا هتدخلك على محتوى الكورس. وده بالمناسبة عشان نشرح بس محتوى الكورس ماشي ازاي. الكورسات اللي موجودة على الموقع ده متجسمالك على يعني ايه يعني اه اسابيع كل اسبوع انت ليك اه يعني زي ما تشاهد كده قدام منك شوية اه تسكات معينة شوية تسمعها فانت تبدأ تقسم المحتوى بتاعك. على سبيل المسال الاسبوع الاول لو دخلت كده على الفيديو من هنا. تمام? واخترت من هنا الخانة دي هيبدأ يظهر لي المفروض الاسبوع ده انا ادرس ايه? يعني الاسبوع اللي انا بدعته ده انا هدرس المحتوى اللي اظهر قدامك ده كله. عندك هنا في اول يوم مسلا على سبيل مسال تقسمها انت اربع تيام خمس تيام. هتلاقي عندك فيديوهات زي كده. وممكن تختار من هنا بدل تخليها تمام? فدي برضو حية كويسة لو انت عايز تفعل ولو اخترت كده تسجيل. او تشغيل. واختار من هنا اختار من هنا تحت الكلمة نفسها. ممكن طبعا اصرع الفيديو او ابطه براحت تخلص ما عنديش ادنى مشكلة. وظهر تحت من كده السكريبت الخاص به الحلقة نفسها. بعد ما خلص العلامة دي بتبقى زرقة. بكمل على فيديو التاني. بعد ما خلص بخش على المقالة التالتة. ده المقالة ممكن اجراها هترجمها واجراها لو انا ما فهمش طبعا في اللغة الانجليزية كويس. نفس النظام في المقالة الرابعة الى الاخر. في عندك طبعا كويزات. يعني لازم ان تخلص كل اللي فوق ده عشان تعدي الكويز ده. الكويز ده عشان تعدى لازم ان يكون بنسبة سبعين في المائة. عشان تاخد الشهادة لازم ان تعدي الكويزات اللي موجودة جوه الكورس نفسه. دي حاجة كويسة. يعني بتشد انتباهك وبتزرس هل انت منتبه فعلا للكورس ولا لا. طبعا في اه مشاريع تخرج على الكورسات الكبيرة تكون موجودة جوه الموقع نفسه. خش تعمق في الموقع ده واعرف فيه اكتر واي سؤال اسألني راحت فيه الكومنتات وانا تحت عمرك كان عاكم محمد الريان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.